سرعة قبل مطلع فصل المشهد اللي حنشوفه ده اللي هو الناس اللي بتعيش على على مصورة صرف بتربط المية ضفطي ترعى مشهد بنشوفه كثيرا الطرق البيضة والمشاكل المتضخمة بسبب ذلك لكن هل ده أدمي المشهد اللي احنا هنشوفه ان احنا نسيب الناس تعيش على تتنقل كبارا وصغارا واطفالا ونساء ورجالا على مصورة بهذا الشكل في مركز أبا نوب بأسيوت يعاني أهالي قرية عرب القداديح جراء عدم وجود جسر آدمي يوصل أهالي القرية بين ضفتي ترعى ما سورة صرف هي البديل المتاح لتوفير طول المسافة على الأهالي والأطفال راح ضحيتها في وقت سابق عدد من أطفال القرية احنا هنا أباشى ثلاثة عزبت الحاوي وعزبت ثلاثلاء وعزبت وضواء الجنبر احنا عشان خطر نمشي في الطريق العمومي ونودي التلاميذ للمدرسة هنمشي في أورو ثلاثة كيلوهر تمام؟ واحنا في طريق مختصرة بين المدرسة بنعدي لها ترعى الترعى دي في طلبة بتجع من عليها لان هي مسورة وانت زي ما شفت الوضع المسورة دي يعني وجع أربع طلاب كبلك داوته وغجوا وماتوا نقدمنا على كبري في ألفين وسبعة يوم تلاتة وعشرين ستة ألفين وسبعة رحنا نسأل على الكبري الجنهة عملوه في مكان تاني فروحنا المحافظة وقالوا اكتبوا طلب من جديد كتبنا طلب من جديد وجينا مرضين عليها رئيس الوحدة المحلية والسيد المحافظ والسيد مدير الغاية والسيد الوزير ووكيل الوزارة وقالوا الكبري بتاعكم خلص لغاية كده جيت مكتوبة مذكرة لأن هي أكتر من اثنان كيلو أقل من ثلاثة كيلو وأكتر من اثنان كيلو فروحت هناك لجيت مكتوبة الأربع عزب خمس بيوت والمسافة أقل من ربعمائة متر ووقف الكبري والطريق ما تكملش اثنان متر والطريق تمانية متر دا جسر عموم بتاعت روعة المعنى خلال بتاعتي الجامحة لما نوديها البعض عما نيجي خطها بالجرارات من المحربات ما نقدرش تخطي الجاي لمن تخطي العربات الجامحة تودي البنوقة وحنا كده وقف يا بيها نعمل له ونسويها وحنا ما نروح للمدرسة في عيال المتجع في الطرعة وفي عيال المتنوطة ما نروح للمدرسة نمشي هنا واتي مسافة كبيرة ممكن يعني انتدوكم شايفين وهي المسافة كبيرة جاوة ما نقدرش ممكن يعني بأي وقت نجع أنا ما نقدرش مشي لازم حد يجي عدين يعني كل يوم يجع واحد واثنين عدنا ونواجع وثلاثة عيال وطلعناهم من تحت المسطورة الثاني يوم ما يتيجي سنتين واثنين نمطلب على الكبرى ما فيش حد معبرنا ما عرفون شي عدوا وماتل ثلاثة وردين عمسور وإحنا دلوقت عايزين من كبيرة قرب مسافة الكبيرة ثلاثة كيلو طب جاوة ما نروح للمسافة بعيدة عين جاوة ما عدنا جاوة غير المسور هنا من عدى عليه حيال الجريب اللي ينهل الطريق الوحيد أمام أهالي القرية عبارة عن أكوام من القمامة والمخلفات تعوق المركبات فضلا عن مشقة السير فيه طلبنا من المجلس أن يحط لنا بس شوية رمله مش أكثر من كده عشان بس الطريق فالمجلس اللي جينا استفاجأنا أن المجلس جاب لنا الزبالة بتاعة المركز وزبالة الدرشو وحط لنا فيها بنابز وجزاز وسيران كل دي سادة الطريق من العرش الحد عاوزين كبير بس والطريق اليما جايبين لنا الزبالة وبتاعه حطينه فيه ولا فيه جايب العربيات عد عندنا ولا أي حاجة حتى لو حط الجرس ما فيش صحافة عم بتي الزبالة بتاعة المركز بيجورموها عندنا هنا في أول الطريق غير أن بيسعب الوصول للطريق فجل يعني من ساعة أو نص عماش نسرع لك ده فلو فيه حالة مثلا تعبانة أو حد بيوضع بناخد فترة على ما نوصل للمكان ده غير أن العربيات فلاش تدخل هنا ساب الطريق المكسر ده ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر